اكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا أن جهود إغاثة سكان في قطاع غزة لم تكن لتتم دون حكومة مصر وسخاء شعبها جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من أعضاء مجلس الأمن إلى مدينتي العريش ورفح وذكرت زارة الخارجية أن أعضاء المجلس اطلعوا على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والدعم الطبية المقدم للجرحة الفلسطينيين فضلا عن الوقوف على المعاوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحة من معبر رفح وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع استقبل ميناء رفح البرية بشمال سيناء اليوم 30 جريحا ومصابا فلسطينيا من قطاع غزة وتم تخصيص 30 سيارة إسعاف لنقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية وأعلن مسؤول بالهلال الأحمر المصري أنه تم إدخال خمسين شاحنة ويجرى التنصيق لإدخال مئة شاحنة أخرى لفتا إلى أنه جرى إدخال خمس شاحنات وقود إلى قطاع غزة تقل كميات كبيرة من السولار والغاز لتشغيل محطات الكهرباء وغيرها قالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن ثمانية عشر ألفا ومائتين وخمسة أشخاص استشهدوا وأصيب تسعة واربعين ألف وستمائة وخمس واربعين آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر هذا وما زال العديد من الشهداء تحت الأنقاض وأضافت الوزارة أن نحو سبعين بالمئة من الشهداء والمصابين من النساء والأطفال كما يوجد عدد كبير في عداد المفقودين قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن فاريس تدرس فرد عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات محتملة من الاتحاد ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية لكن الأمر لم يحظى بإجماع حتى الآن يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن أكثر من 45% من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وتتواصل العملية الانتخابية على مستوى جميع المحافظات لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي ويستمر التصويت حتى تاسع مساء فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 من ديسمبر لإنهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية معصلة الجهود لتوفير الخدمات المختلفة وتقديم مختلف التيسرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات بسهولة ويسر جاء ذلك خلال ترأوس مدبولي غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية حيث وجه مدبولي باستكمال بدل الجهود حتى تخرج الانتخابات الرئاسية في أفضل صورة مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على التصويت يعد خير دليل على وعي المواطنين المصريين بالتحديات التي تواجه الدولة حاليا وهناك إصرار على المشاركة بإيجابية قال أمينو تنظيم حزب حماة وطن ورئيس غرفة العمليات المركزية بالحزب لمتابعة الانتخابات الرئاسية أحمد العطيفي إن حشود المصريين باللجان الانتخابية على مدار يومين مشهد مشرف وأضاف أمينو تنظيم الحزب أن الغرفة مستمرة في الانعقاد وتتواصل دائما مع المحافظات للإطمئنان على سير الانتخابات وأوضح أن ما تشهده مصر من انتخابات تعددية يدعو الجميع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم كحق كفله الدستور لهم أكدت عضوة تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائبة رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة شيريهان القشاوي أن الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفين أربعة وعشرين فقاء التوقعات مشهدة بتنظيم المشرف لهذه الانتخابات وقالت شيريهان القشاوي إن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل ظروف استثنائية نمر بها منها ما يحدث في فلسطين الأمر الذي يدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية أصدر المركز المصري للفكر والدراسات لاستراتيجية تقريره الثالث عن متابعة الانتخابات الرئاسية الفين أربعة وعشرين وأكد المركز انتظام سير العملية الانتخابية في كافة مراكز الاقتراع التي تابعها الفريق الميداني التابع للمركز مشيرا إلى انتظام عمل اللجان في موعدها المحدد على مستوى محافظات الجمهورية وأشار تقرير إلى المشاركة الكثيفة لمختلف الفئات من الناخبيد في التصويت بمختلف اللجان كما أكد أن الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل وبعد عشرة سنوات من ثورة الثلاثين من يونيو يعد تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة